بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلا وسهلا بكم طالباتي طالبات الصف الأول ثانوي مادة الحاسب وتقنية المعلومات واحد بإذن الله قد تعرفنا سابقا على الوحدة الثالثة وهي وحدة تصميم وإدارة المواقع والشبكات الاجتماعية تعرفنا عليها بتعريف برامج إدارة المواقع مزايا استخدامها وخطوات عمل برامج إدارة المواقع وكيفية كتابة المحتوى وأمثلة لمواقع وتطبيقات استخدام برامجيات إدارة المواقع بإذن الله اليوم سنتدخل في الوحدة الرابعة على وحية وحدة تقنيات التحكم الرقمي والروبوتات سنتعرف في هذه الوحدة على الروبوتات تعريفها تاريخ نشأتها سنتعرف على الروبوتات في العالم الحقيقي تصنيف الروبوتات وأنظمة التحكم الخاصة بالروبوتات والمكونات الرئيسية للروبوت طبعا أصبحت الروبوتات من أهم مكونات المصانع الحديثة لأنها تحسن إنتاج تقلل التكلفة وبذلك تزداد القدرة التنافسية للصناعة في زمن تتصارع فيه الدول من أجل السيطرة على الأسواق الاستهلاكية طبعا يعد علم الروبوت من مجالات العلوم الغنية بالأبحاث والدراسات العلمية المتقدمة لذا فإن تقدم الدول في مجال الروبوتات هو مؤشر على التقدم العلمي والتقني تعد الوظائف في مجال العلوم والتقنية في صناعة الروبوتات من أفضل الوظائف حاليا من حيث المردود المادي نظرا لندرات المتخصصين فيها وزيادة الطلب عليها طبعا تاريخ ونشأة الروبوتات يظهر تاريخ التطور العلم والتقني الإنساني بدء اختراع الروبوت كان لغرض صناعي هو لمساندة العامل البشري في قطاع الصناعة سجل تاريخ أن أول ربوت صناعي استخدمه فعليا كان من إنتاج شركة جنرال موتورز في عام 1961 أطلق على الروبوت اسم اليونيميت استخدم لأول مرة في مصنع الشركة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية ظهرت بعد ذلك عدة محاولات لوضع تعريف علمي للروبوت في البداية أول ما ظهر الروبوتات ذكرنا أنه في الروبوتات الصناعية أظهر عدة تعريفات للروبوت ولكن بالمجمل سنطلق على الروبوت أنه هو أي جهاز ميكانيكي متحكم به إلكترونيا يقوم بتنفيذ الأعمال بدلا عن الإنسان تبع أول تطوير للروبوت تطويرات كثيرة في عام 1969 تمكن باحثه في جامعة ستانفورد الأمريكية من اختراع أول ذراع روبوت يتم تحكم به عن طريق الحاسب في تلك الفترة في الزمن كانت الحاسبات كبيرة الحجب فالحاسب الكبير كان يملأ ورفة واسعة أما الحاسب الصغير من هذا ما كان في حجم ثلاجة متوسط سعه أصغر روبوت أو أصغر جهاز حاسب كان في حجم ثلاجة لكن في منتصف سبعينيات من القرن حدث تطور خطير في تقنيات الحاسب عندما تم اختراع المعالج الدقيق اللي هو المايكرو بروسسور تبع ذلك ثورة الحاسبات الشخصية ومن تتابع الأجيال المتوالي المعالجات الدقيقة تناقص مضطرد في حجم الحاسبات مع زيادة مضطردة في قدرتها وسيعات الذاكرة بها كما هو متوقع تبع ذلك تطور كبير في جميع الأجهزة الإلكترونية المعتمدة في عملها على الحاسبات ومن أهمها وأشهرها للروبوتات إذن من تعريفنا هذا ومن تاريخ نشأته ندرك أن الروبوت في الأصل ليس إنسان أو رجل آلي كما تتصوره أفلام الخيال العلمي وإن معظم تطبيقات الروبوت في الحياة الحقيقية يأخذ شكل الروبوت يأخذ شكلا من أشكال الروبوت لا يشبه فيها شكل الإنسان مو كما يكون الروبوت على شكل إنسان الروبوتات في العالم الحقيقي بعيدا عن صور التي تعطيها أفلام الخيال العلمي توجد للروبوتات تطبيقات كثيرة في مجالات متعددة في العالم الحقيقي منها التطبيقات الصناعية في الروبوتات أو الروبوتات الصناعية شكل تطبيقات الصناعية أهم التطبيقات الروبوت حيث أنها الأساس في اختراع وتطوير الروبوتات ممكن كذلك عندنا استكشاف الأماكن البعيدة فتؤدي الروبوت أدوار مهمة في عمليات استكشاف الأماكن البعيدة التي يصعب البشر الوصول إليها كذلك عندنا تمثيذ المهام الخطرة فتقع على فئات من البشر مسؤولية تمثيذ مهمة خطرة من أجل تأمين حياة الآمن الآخرين فيستغنون أو يكتفون بالروبوتات وبعض الأجهزة تقوم بتنفيذ المهام الخطرة كذلك من كان الروبوتات استعانة بها في التطبيقات العسكرية والأمنية وكذلك الروبوتات في عالم التسلية والترفيه لنرى كثير من أنواع الروبوتات في عالم التسلية والترفيه فدعونا الآن ننظر للروبوتات في العالم الحقيقي تقوم التطبيقات الصناعية أو الروبوتات الصناعية تشكل تطبيقات صناعية أهم تطبيقات الروبوتات حيث هي الأساس في اختراع وتطيع الروبوتات تستأثر مصانع السيارات بالعدد الكبير من الروبوتات وتليها مصانع الأجهزة الكرونيك كلها يستعملون اللي هو الروبوتات في صناعة أو الاعتماد على الصناعة مزايا الروبوت في العمليات أو الروبوتات الصناعية تكمن أهمية استخدام الروبوتات في خطوط الإنتاج في الأعتي أولا ثبات مستوى الجودة يمكن للروبوت أن ينجز الأعمال المتكررة بنفس مستوى الجودة المحددة للعمل أما بالنسبة للعامل البشري يتفاوت مستوى الجودة عند أداء نفس المهمة من العملية الأخرى بحسب تغيير الظروف البشرية لدى العامل فهذه النقطة تؤثر في مدى ثبات مستوى الجودة ثبات مستوى الانتاجية يمكن للروبوت أن ينتج العمل بمستوى ثابت من الانتاجية نظرا لأن الروبوت لا يكل ولا يمن ولا يحتاج إلى أن يأخذ استراحة ولا يمتنع عن العمل ثلاثة العمل الأعمل في الظروف الخطرة يمكن للروبوت أن يعمل بكفاءة في ظروف قد تكون خطرة للعامل البشري مثلا ظروف الحرارة الشديدة أو وجود أبخرة كيمماوية سامة أو وجود مواد أشحة وغيرها تخفيض التكلفة يمكن للمصانع التي تحقق درجة عالية من أتمة العمل أن تخفض كثير من أعداد العمالة البشرية بالآتي يمكن للمصانع أن تخفض كثير من التكلفة التشغيلية المرتبطة بهذا العامل هذه اللي هو إيجابيات الروبوتات الصناعية واستخدامها في المصانع اللي ينبغي الإشارة على أن استخدام الروبوت في المصانع له بعض الصلبيات التي تتلخص في التالي أولا ارتفاع التكلفة التأسيسية التكلفة التأسيسية للروبوتات والتجهيزات المساندة تؤثر بشكل كبير على المصنع فهنا لابد من عمل دراسة جدوى اقتصادية دقيقة للتأكد من الزيادة التكلفة التأسيسية للمصنع يمكن تغضيتها من خلال التوفير في التكلفة التشغيلية للمصنع 2- الحاجة إلى خيورات أعلى تكمن الحاجة هنا إلى الخبرات في التشغيل الروبوتات برمجتها سيانتها عادة تكون رواتب الخبراء في مجال الروبوتات عالية بسبب ندرتهم ومستوى الخبراء العالي المطلوب فيهم 3- الحاجة إلى خطة تقنية متكاملة يحتاج المصنع المعتمد على الروبوت في عمله إلى أن يضع خطة تقنية متكاملة للمصنع تحدد بالتفاصيل جميع متطلبات إنشاء وتشغيل مصنع تضمن خطة تحديد مواصفات الروبوتات وأجهزة الحاسب والشباقات والأجهزة المساندة الأخرى ومواصفات البرمجيات ومتطلبات الكوادر البشرية مع تحديد تخصصاتها ومؤهلاتها طبعا لا يقتصر استخدام الروبوتات على مصانع تجميع السيارات والأجهزة الإلكترونية إلا منتشر استخدام الكثير من مجالات الإنتاج الصناعي مؤخرا بدأت الروبوتات تدخل غرف عمليات الجراحة في بعض المستشفيات المتقدمة لمساعدة الجراحة في تنفيذ العمليات الجراحية الدقيقة نأتي للنقطة الأخرى اللي هي استكشاف الأماكن البعيدة نظرا لصعوبة بقاء الإنسان مدة طويلة في الأماكن البعيدة مثل سطح القمر عماق البحار فقد تم بناء روبوتات مقصصة لذلك تقوم باستكشاف وتسوير وحتى جميع العينات من هذه الأماكن لعل من أبرز إنجازات البشرية في السنوات الماضية كان نجاح الإنسان في الهبوط على سطح القمر تنفيذ عدة رحلات استكشافية ولكن لنظرا لصعوبة بقاء الإنسان مدة زمنية طويلة على سطح القمر فإن معظم العمليات الاستكشافية تتم بواسطة الروبوتات والعربات الغير مأهولة ومؤخرا نجح الإنسان في إرسال روبوتات وعربات لاستكشاف سطح المريخ تنفذ الروبوتات مهام علمية مهمة في هذه العمليات الاستكشافية مثل جمع عينات من التراب الصخور تنفيذ عمليات تحليل كيميائي ومحاولة تكشف عن آثار للحياة على أسطح هذه الأجرام السماوية ثلاثة تنفيذ المهام الخطرة كان لابد من تنفيذ المهام الخطرة التي قد تؤدي بحياة بعض البشر مثل إطفاء الحرائق تفكت القنابل والمتفجرات وغيرها لذلك كان لابد من إيجاد بديل وبالفعل تمت الاستعانة بالروبوتات لتقوم مقام الإنسان في إطفاء الحرائق مثلا بحث عن قنابل والمتفجرات الدميرها تعامل مع المواد المشحة تعقيم الأماكن الملوثة بالأمراض المعدية أو بالمواد الكيميائية السامة أربعة التطبيقات العسكرية والأمنية إن من أحد أبرز تطبيقات الروبوتات في السنوات الأخيرة هو ما يعرف بالمركبات الآلية الطائرة أو الطائرة بدون طيار المشهور أيضا بمصطلح الدرون أو اليحسوب يمكن لطائرة بدون طيار أن تلعب دوار عسكرية أو أمنية بحسب التجهيزات الموجودة بها يشمل اللي هي عمليات المراقبة والاستكشاف من خلال تزويدها بكاميرات وأجهزة استشعار كذلك عندنا عمليات التجسس من خلال تزويدها بكاميرات وأجهزة تنصت وعمليات قتالية من خلال تزويدها بالأسلحة القتالية نأتي للروبوت وعالم التسلي والترفيه يتمتع الروبوت بعوامل جاذبية قوية تجعلها أداة تسويقية مهمة نجد بعض الروبوتات في منتزهات الألعاب والبعض الآخر في مجمعات التسوق الكبيرة كذلك قد نراها في عواصم الدول متقدمة تقنيا ويتم استخدام في مختلف نواحي الحياة في توكيو يوجد مطعم تقوم في الروبوتات بتقديم الطعام للزبائل وكذلك في مجال رياضة تنعقد بين هوات الروبوتات المباريات في كرة القدم مثل أن يثبار فريقان من الروبوتات ضد بعضهما البعض تصنيفات الروبوتات الروبوتات يوجد أكثر من تصنيف للروبوت هناك تصنيف أمريكي هناك تصنيف أوروبي ولكن نظرا لأن اليابان هي أكثر الدول إنتاجا واستخداما للروبوتات فقد يكون من مناسب تبني التصنيف الياباني للروبوتات الذي وضعته الجمعية اليابانية للروبوتات الصناعية في هذا التصنيف تتوزع الروبوتات على ست فئات صنفونا الروبوتات إلى ست فئات أولا الفئة الأولى أجهزة يتم التحكم بها يدويا يتمتع الجهاز بمقدرة على الحركة في اتجاهات عديدة وفقي عمودي التفاق دورا ولكن يتم تشغيله وتحريكه بواسطة مشغل بشري أما الفئة الثانية وهي روبوت لتنفيذ عمليات محددة التتابع يقوم الجهاز هنا بتنفيذ عمليات متتالية وفق تتابع أو خطة عمل تكون جزء من تكوين الجهاز يصعب ضمن هذه الفئة تغيير ما يقوم به الروبوت إلا من خلال تعديل تصميم وبنية الروبوت أما الفئة الثالثة روبوت لتنفيذ عمليات متغيرة التتابع فيقوم الجهاز بتنفيذ عمليات متتالية وفق تتابع أو خطة عمل مع إمكانية تغيير التتابع أو خطة العمل بعد بذل بعض الجهد دون الحاجة إلى تعديل تصميم وبنية الروبوت أما الفئة الرابعة فهو الروبوت المتعلم يمكن لروبوت هنا أن يكون في حالتين حالة التعلم والتسجيل وحالة إعادة التنفيذ في الحالة الأولى يقوم مشغل البشري بتحريك الروبوت لتنفيذ العمل وفق الخطوات المثالية ويقوم الروبوت بتسجيل وحفظ هذه الخطوات وعندما يوضع الروبوت في حالة إعادة التشغيل فإنه يقوم بتنفيذ العمل وفق نفس الخطوات التي تعلمها أما الفئة الخامسة فهي روبوت يتم التحكم به رقمي جميع الروبوتات الحديدة ضمن هذه الفئة يتم تحكم بها بواسطة الحاسب يتضمن برنامج الحاسب جميع الخطوات والعمليات المطلوبة من الروبوت تنفيذها وفق التتابع المطلوب يمكن إعادة برمجة الروبوت لتنفيذ مهام مختلفة من خلال إعادة برمجة الحاسب في الروبوت والعقل المدبر في هذه الفئة من الروبوتات هو ما يعرف بالمتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة أما الفئة السادسة فهي روبوت الذكي هذه الفئة هي مستوى متطور من الروبوتات يتم التحكم بها بواسطة الحاسب يتمتع الروبوت في هذه الفئة بالمقدرة على فهم البيئة المحيطة به ومن ثم إنجاز العمل المطلوب منه مع التكييف مع بروف متغيرة في بيئة العمل نلاحظ من التصنيفات هذه أنها تركز على كيفية تمثيل الروبوت لخطوات العمل وكيفية تعليم الروبوت خطوات العمل وعلى قابلية برمجة خطوات العمل ولكن يوجد تصنيفات أخرى تأخذ في عين الاعتبار مع عين أخرى مثل حجم الروبوت نوع التطبيق وغلها ولكن سنعتمد هذا التصنيف الياباني لهو لعمل الروبوتات نأتي لنظام التحكم الكونترال سيستم أو نظام التحكم هو جهاز أو مجموعة من الأجهزة يدير ويتحكم في تصرف جهاز أو نظام آخر يوجد فئتان رئيسيتان من نظام التحكم واحد نظام التحكم للدائرة المفتوحة واثنين نظام التحكم للدائرة المغلقة ففي نظام التحكم للدائرة المفتوحة تحدث عملية التحكم نتيجة تغير مدخلات النظام فقط يعتبر نظام التهوية بالمروحة الكهربائية مثال جيد لنظام التحكم للدائرة المفتوحة يتم التحكم في المروحة بواسطة أزارير أو عجل التحكم يتم من خلالها تشغيل أو غلق المروحة وتحديد السرعة المطلوبة تظل المروحة تعمل بنفس السرعة بغض النظر عن تغيرات في الغرفة سواء زادة الحرارة أو ناقصة هذا هو المقصود بنظام التحكم ذو الدائرة المفتوحة أما نظام التحكم بالدائرة المغلقة في نظام التحكم بالدائرة المغلقة فإن عملية التحكم تأخذ في عين الاتباه واقع مخرجات النظام بالإضافة إلى مدخلات النظام وذالث من خلال دائرة تغذية الفيدباك أو التغذية الراجعة عملية التحكم زي ما ذكرت لكم يلاحظ أن الدائرة في يمين الشكل يدخل إليها إشارتان أحدهما تحمل علامة الزائد والناقص شوفوا معي الآن الصورة التي أمامك هنا في المدخلات إما علامة الزائد أو الماينس المقصود هنا أنه يتم المقارنة بين الإشارتين الأولى التي تعكس قيمة مدخلة والثانية ناتجة من دائرة التغذية والراجعة بنا على هذه المقارنة ترسل إشارة إلى النظام المتحكم به تتوفر في جميع المكيفات الحديثة تجهيزات لقياس الحرارة في الغرفة يتم بصورة مستمرة تمرير المعلومات عن درجة الحرارة للغرفة عبر دائرة التغذية الراجعة إلى دائرة المقارنة فإذا تخفضت الحرارة في الغرفة عن درجة المطلوبة يقوم نظام التحكم بإغلاق جهاز التبريد مع بقاء المروحة في وضع التشغيل وبالطبع ستبدأ درجة الحرارة في الغرفة بالإزدياد وعندما ترتفع درجة الحرارة في الغرفة أعلى من الدرجة المطلوبة يعطي نظام التحكم إشارة أخرى يتم من خلالها تشغيل جهاز التبريد في المكيف ليبدأ مرة أخرى بتبريد الغرفة وهكذا هذا هو المقصود بالنظام التحكم بالدائرة المفتوحة ونظام التحكم بالدائرة المغلقة نأتي لآخر نشاط عندنا أو آخر موضوع عندنا من موضوعات تقنية التحكم الرقمي والربوت ألا وهو المكونات الرئيسية للربوت يبين الشكل الذي أمامك مجموعة النظم التي يتكون منها الربوت بشكل عام فيما يأتي شرح مختصر لهذه المكونات أولا الحاسب أو نظام التحكم هنا الحاسب أو نظام التحكم هو العقل المدبر في الربوت يقوم بتنفيذ برامج التشغيل للربوت والتحكم في مكونات الربوت الأخرى غالبا تدخل المعالجات الدقيقة في بناء الحاسب بالإضافة إلى بقية المكونات من ذاكرة ووحدات إدخال وإخراج مع توفير التجهيزات المناسبة لبرمجة الحاسب أو تحميل البرامج ثم بعد ذلك يأتي عندنا نظام الاستشعار والحساسات هنا نظام الاستشعار والحساسات وهو أداة تحول المؤثر الفيزيائي سواء حرارة أو ضغط أو طوبة إلى إشارة كهربائية يمكن لحاسب قراءتها ومعالجتها ويختلف نظام الاستشعار والحساسات في الربوت بحسب غرض الربوت والمحام اللي يقوم بها هنا نظام السونار لتحديد المسافات تحتاج معظم تطبيقات الربوتات إلى قياس المسافة والأبعاد تعتبر تقنية الموجات فوق الصوتية أو السونار من أكثر التقنيات شيوعا لهذا الغرض نظام الكاميرات أو الرؤية بالكاميرات في حالة توفر هذا النظام في الربوت فلابد من توفر البرمجات الخاصة بمعالجة الصور حتى يتمكن الربوت من استخلاص المعلومات المفيدة من الصور التي تنقلها إليه الكاميرا نظام الحركة والتنقل هنا نظام الحركة والتنقل في الغالب معظم التطبيقات يكون في جسم الربوت ثابت تقتصر الحركة على الذراع وعلى قبضة اليد لكن في حالة الحاجة إليه يتحرك الربوت أو ينتقل من مكان الآخر فتكون الحركة إما على عجلات مثل العربات أو ينتقل كلها أطراف متحركة مثل الأرجل والأقدام تمتاز الحركة بواسط الأطراف ميكانية الاشتقاء على الدرج أو العقبات أو النزول منه تمثل كأنها أرجل للإنسان الزراع هنا الزراع هذا هو الزراع تعتبر هذه الوحدة بمكونات رئيسية ثابتة في أي ربوت عادة يصنف الزراع بحسب عدد درجات حرية الحركة أفضلها ما يتمتع بعدد 6 درجات لحرية الحركة هي 3 درجات الحركة المستقيمة في إحداثيات السين والصاد والعين و3 درجات لحركة دائرية حول المحور السين والصاد والعين هذا هو الزراع عندنا كذلك قبضة ليد هذه أيضا من المكونات الرئيسية في أي ربوت يختلف تصميم قبضة ليد بحسب الغرض من الروبوت بشكل عام لا بد من القبضة أن تتمكن من الأمساك بالأشياء التي يفترض للروبوت أن تتعامل معها وبالقدر المناسب من الشدة فبالإمساك بقطعة ثقيلة مثلا باب السيارة أو محركة ليس بكمة الإمساك بكاس زجاجي وغيره كذلك بعض الروبوتات تحتوي على نظام توليد الأصوات يحتاج هذا النظام الفرعي في الغالب مؤساسي توليد المؤثرات الصوتية أو توليد الموسيقى في بعض التطبيقات الترفيهية كذلك بعض التطبيقات تحتوي على نظام توليد الكلام يتم هنا توليد الكلام آليا باستخدام مكونات السبيش ساينتيكس يعطي هذا النظام بعض الخصائص البشرية للروبوت عندما يتمكن روبوت من الحديث من معمن حوله في لغة البشر عندنا إثراء علمي أول روبوت بالعالم اللي هو روبوت صوفيا يمنح الجنسية وجواز السفر السعودي كبادرة رمزية لتباين مستقبل مدينة نيوم من المتوقع أن يلعب الروبوت صوفيا دورا أساسي في إدارة هذه المدينة التي ستعتمد في تخطيطها على أحدث تكنولوجيا في العصر وبكذا حبيباتي انتهينا من وحدة التقنيات التحكم الرقمي والروبوت قومي برسم خارطة لهذه الوحدة واذكري بعض المفاهيم الأساسية التي تعلمنا فيها هذه الوحدة له تعاريف الروبوت ومكوناتها تطبيقات الروبوت وغيرها قومي برسم خارطة مفاهيم لهذه الوحدة أراكم بإمنا الله في الحصة القادمة استوداتكم الله الذي لا تضيع ودائع مع السلامة